موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكم في الدرس الثالث وثلاثين من دورة ترجمة التحريرية العامة كما عددنا سابقاً ننظر في الترجمة وننظر إلى ما كان هناك أي خطأ في نقل المعنى ثم ننظر فيما بعد بما يتعلق بالأخطاء المطبعية نبدأ على بركة الله تعالى نلاحظ هنا كلمة مجمل العمل القصري وهي عبارة معارضة تماماً لما جاء في الجملة الأصلية ننتبه إلى أن هذه الأخطاء هنا مط موجودة كلمة مط أما هنا موجود الإيجاب وهناك النفي في الأصل هذه الأخطاء قاتلة في الترجمة وتسبب برفض الترجمة نهائياً للعميل وهي من الأخطاء التي لا يستهون بها أبداً فهذا ليس كله وليست قضية أن مجمل العمل فعلاً هو نتيجة إتجار البشر بل ليس كله نتيجة إتجار البشر فهذه إذن من الأخطاء القاتلة تقريباً معظم أما هنا مكتوب عندنا في هذه الترجمة معظم حالات الإتجار لا بأس بها إلا مشكلة لكن كأعدة ترجمات لها خطأ قاتل أيضاً هو معاكس للمعنى تنتج عن result in لا تعني تنتج عن إما ينتج عنه result from ينتج عن والخطأ كبير هنا والمعنى مختلف تماماً عما كان في الأصل هناك أيضاً في كلمة ILO أنت كتبتها IOL وهو غير صحيح ILO معناها اتفاقية العمل الدولية هذا من جهة أما من جهة from an ILO point of view لا تعني حسب ما تنص على اتفاقية العمل الدولية بل تعني حسب وجهة نظر العمل الدولي من منطلق يعني تفكير المنظمة الدولية منظمة العمل الدولية نستمر في هذه الفقرة القصيرة التي نحذف التي لأنه لا يوجد which في الإنجليزية لا يوجد يعني جملة اعتراضية أو جملة مدمجة فنضع أيضاً التشكيل على تستخدم لألا تفهم على أنها تستخدم وليست احتجاز العامل إنما هو الإبقاء على العامل الإبقاء على العامل والمحافظة عليه وليست القضية احتجاز أن احتجاز لها معنى قانوني يختلف عن هذا السياق الاحتجاز يعني جواز السفر مثلاً وغيره يعني ممكن نعم بالنسبة للجملة التي نلاحظ أن هناك مشكلة في العطف في العطف في المعطوف وما العلاقة لذلك فالعطف هنا بين labor و conditions إذن ننتبه إلى ذلك في الترجمة وهنا الآن نصلحها فهي إذن نضيف كلمة من جهة لكي نبين أن العطف هنا بين الظروف الاحتيال والإكراه وبين التدني ظروف العمل من جهة أخرى يعني قد يكون الظروف سيئة لكن ذلك لا يعني أن هناك اتشار بالبشر نتابع نتابع في هذه التصحيحات إذن كما قلنا ليس من الضروري أن تكون سؤلة العمل في الظروف العمل أنها سبب للإتجار بالبشر هذه الفكرة الأساسية لا تشكل عملاً قسرياً بحد ذاتها إذن does not in itself والله هناك أخطاء يبدو أنك يعني بضعة أخطاء تخالف النص الأصلي أصلاً فهذا شيء سيئ جداً ماي ليس معناها تسمح إنما هنا معناها قد يعني قد تمثل نقطة استضعاف يسمونها استضعاف في بعض المنظمات الدولية يسموها التعرض على النحو الذي حدده نحو هذا يعني وفق التعريف المنصوص عليه define ليس معناها يحدد إنما يعرف على النحو الذي يعرفه المنصوص عليه تعريف المنصوص عليه في بروتوكول باليرمون وهكذا يمكن أن تكون القيود الخارجية external constraints يجب أن تأخذ بالاعتبار هنا خطاء أيضاً بأخي الفاضل لأنك لم تنتبه إلى الفعل الفعل هو to be taken to consider to account يعني should be taken to account يجب أن تأخذ بالاعتبار و external constraints هي الفاعل فإذا يجب مراعاة القيود الخارجية التي قد يكونها أثر على حرية الموافقة لا نقول بالإضافة إنما بالإضافة إلى ذلك الأطفال يعني لو أنك انتبهت إلى الخطأ المطبعي لا نريد أن تكون هناك أخطأ مطبعية في الترجمة تحت عمر 18 سنة والبالغين وكذلك خطأ هناك مطبعي أيضاً رجاء الانتباه إذا الأخطاء المطبعي لا يجوز أن تكون الترجمة ولو لغاية التدريب في هذه الخطأ أيضاً IOLO منظمة العمل الدولية ونظراً لتعقيد هذه التعريف تكون ذات أهمية قصوة هنا أيضاً خطأ من الأهمية القصوة يعني من المهم جداً وضع مؤشرات واضحة لأنه يعني من المهم جداً وضع مؤشرات وضعه مرتدى مؤخر من المهم جداً في محل خبر وغير ذلك انتهينا الآن من التصحيح الأساسي بالنسبة للمعنى الآن ننتقل إلى التصحيح اللغوي بمعنى آخر لا نريد أن يكون هناك أي مشكلات لغوبية قواعدية أسلوبية وغير ذلك الآن نبدأ أن نصلح الرجاء الاندباهي إلى هذا التصحيح الآن وبالإضافة لذلك لا نحب أن نبدأ الجمل بأن معظم حالات الإتجار بالبشر ينتج عنها العمل القسري باستثناء نقطة نضع هنا بعد الجمل انتهت ومن وجهة نظر منظمة العمل الدولية حيث تستخدم أشكال الإكراه نعم ظللت هذه العبارتين لإفهام القارئ أن العطف بينهما ونضع الآن حرف الربط الفاء من أجل أن نتابع ونستمر نضع الفاعل قبل الفاعل هنا يبقى الناس وليس أن الناس يبقون يقولون عادة دون سن الثامنة عشر وليس دون عمر ثمنتعاش تعريفات وليس تعريف وننتبه إلى الفاصلة أيضا أن تكون الفاصلة صحيحة في مكانها يعني بذلك نكون قد انتهينا من هذا التصحيح نلقاكم إن شاء الله رب العالمين في تصحيحات أخرى نتمنى لكم كل الفائدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته